ذكر أهل الباطل وإن اقتضى ذلك تعيينهم لأن الله قال واجتنبوا الطاغوت ونقول لمن لا يرى ذكر الأسماء خوفاً من البلاغات أو جهلاً بالكتاب والسنة أو طمعاً في ملء جيبه بالجنيهات سؤال واحد تناقش به أعتى شيخ لا يرى جواز ذكر أسماء أهل البدع سؤال واحد يكفي إن شاء الله تسأله وتقول له هل فرعون ضال؟ كافر؟ إن قال لا فهو كافر وإن قال نعم كيف عرفت ذلك أيها الشيخ؟ قال لأن الله ذكره في القرآن وبين أنه ضال وكافر نقول له إذا كان الله تبارك وتعالى قال في القرآن إن فلاناً وفلاناً وفلاناً وجنودهما كانوا خاطئين من هو فلان ثم من هو فلان لم يكن ليعرف ضلال فرعون ولم يكن ليعرف فرعون أصلاً لو لم يذكر الله تبارك وتعالى اسمه وحذر منه في القرآن باسمه باسمه فمثل هؤلاء إما أنهم جهل وهذا قليل في ظني وإما أنهم أكل وهذا الأكثر في اعتقادي ترجمة نانسي قنقر